الدكتور محمود شهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية هو اللي هيقول لنا برحب بحضرتك يا دكتور مساء الخير يا فاندوم شكرا بكرة أهلا بحضرتك أهلا بحضرتك نطمن بقى النهاردة أي أخبار حالة الجو لحد آخر اليوم كده إيه اللي هيحصل بإذن الله طبعا النهاردة الدرجات الحرارة تبدأ تنخفض طبعا كل اللي يصل علينا كل مدرجات الحرارة تنخفض في خترات الليل يتمن بارد لشديد الجرودة على كاسة أنحاء الدكتورية وطبعا في اختلاف الأيام اللي جاء يجيبين درجة الحرارة لعزمة والصغرة على المتوقع بكرة عزمة وعزمة 23 درجة كما حارث ما ذكرت في الصغرة ما بين 49 و 18 درجة فسدق جدير درجة الحرارة عزمة والصغرة حسن كده بنخذر من تخصيص المناعب تخصيصا طبعا أثناء توابق خارج سواء في فتاعات المتخصية من الليل أو في الصباح الباكر مع في أجل منطقة بالإضافة إلى كده الأجواء مستخدمة تماما صبورة مائية فيها في الصباح الباكر صباح الصاهرة أو محافظات الاجل البحري مجن أجل ثلاث تسمح بحركة السفر إن شاء الله الرؤية يحصل فيها مستلج النسبة التحائقي المركبات أيضا الرياح بديئة وتسمح بكافة الأنصفة اليومية سواء طيب أو ملاحة بحرية في مصطح البحر المتوسط أو البحر العام بشكر حضرتك شكرا جزيلا الدكتور محمود شهين والتنبؤات الجوية شكرا جزيلا على التفاصيل يا دكتور